العالم كله النهار ده ممكن يبعنده أفكار مش شبهك فإزاي أنت مسؤوليتك الحقيقية هو إزاي تربي الجيل بتاعك وبتاعك بس إنت لو قعد تتغمي عنيه من كل حاجة هيشوف برضو هيعف يبص من بين أيديك اللي أنت مغمي بينها فالفكرة أنك تربي عفا زي ما يقولك إيه مثلا نفس مشكلة البنات أنا النهار ده خدي بالك المجتمع بقى كل متحرش فأنا كده مش هنزلك من البيت لا مش هينفع لازم أحارب التحرش لازم أحارب الغلط بس أنا لازم عشان أعمل ده ما نعزلش ولازم أنا أربي بنتي صح وأعمل كذا مش أقول مش هوريها للعالم طب أنت كعمر كمخرج حدودك فين ونهيتك فين في حرية الفن وقعيا أنا على حسب كل مشروع بقدمه بقدمه المين أنا لو بقدمه المجتمع المصري وعملت حاجة هدايق المجتمع المصري المجتمع المصري ده هيجي قولني فأنا كده كده لازم أحترم الثقافة اللي بقدم لها العمل اللي أنا بعمله فأنا ممكن عمل عمله بشكل معين في السويسرا ما دهش عمله في مصر لأن أنا بحترم الثقافة العامة فهو كده كده لازم تبقى ضمير الفنان ومسؤولية الفنان والفنان اللي مش هلتزم بدا صدقيني رقابة الشارع أصلا قصية أكتر بكتير من رقابة الرقيب لأنه هو الشارع مش قصدي أن الشارع هيجي يعمل لك مشكلة قصدي أنه هيعرض عندك ومش هيشوفك طب أنت النهاردة بتقول أنا كمخرج بحترم ثقافات المجتمع اللي أنا قاتل أنت النهاردة لو أنت كمخرج قررت أن أنت بنا يكرمك ويجيلك عمل في أمريكا بأفكارهم بالمثلية بالأفلام الجريئة بقصص بتاعتهم هل تخش هذا الطريق ولا تحط فيها قناعتك الشخصية مية في المية وجهة نظرك مية في المية أنا لو ما بقتش صادق قدام نفسي أنا هحتكر نفسي إذا كنت هنا أو بر لأن هنا ساعات المجتمع بيجبرك على حاجات تنافق فيها وهناك برضو ممكن يخليك تجبرك على تنافق فيها فأنت طول الوقت بتلاقي المساحة اللي تعرف تبقى صادق فيها وما تعملش حاجة ضد قناعاتك إذا كانت هنا ولا بر لأن ممكن تضغط بره تعمل عكسة قناعاتك وبالمناسبة ممكن تضغط جوه تعمل عكسة قناعاتك إزاي أنا ممكن جوه يطلب مني يلا اعمل فيلم واحد بنتحك طول الوقت الفيلم إنه هو بيدرب البنات ويهين البنات ده يدحك وممكن يجيب فلوس ما هو ده عكسة قناعاتي أنا مش عايزة أعمله هنا وممكن بره يقولي يطلب مني حاجات عكسة قناعاتي استحال عملها ولو قلتلك كمية المشايا اللي في حياتي اللي خسرتها أو كان نفسي عملها وما عملتهاش وكانت ممكن تجيب لي فلوس أو شهرة عشان عكسة قناعاتك كتير هنا أو بره بالمناسب هنا أو بره بره فهو طول الوقت الواحد لازم يبقى متصق مع نفسه لأن ده الله هيفضل أخذي بالك الفيلم عكس أي حاجة تانية الفيلم بيفضل تاريخ تاريخ وأنا لحد الوقت فيه عمل ما بحبهاش ممكن أكون عملتها وأنا صغير وله الناس تقولي لما عملت كذا زمان ما حبتوش واتشتم عليه لحد النهات هي وصيقة تاريخية هتفضل بره بيقولك أنت الفيلم اللي بتعمله كأنه تتوع على وشك هتفضل ماشي بي صح طبق إيه المشاريع اللي أنت خسرتها بسبب قناعتك فيه مشاريع ممكن تكون فيها رسالة سياسية أنا مش حابب أقولها مثلا وفيه ساعات كتير ممكن يتعود على الواحد مشاريع من بره فيها رسالة سياسية عكس رأيه السياسي أو ساعات يبقى فيها حتى مجتمعيا حاجة أنت مش حاببها مش حابب أنك تظهرها بشكل معين لأن أنت طول الوقت طالع كل فيلم بالنسبة لي بحطه على البطاقة زي ما قلت تتوب بتقول حاجة لأنت هتحسب عليها ما ينفعش تعمل حاجة عكس اللي أنت عايز تقوله عن نفسك هو ينفع يعني كاتب ومخرج وبيشتغل في يعني فن ده يعني برضو حاجة صعبة جدا ويقدر أنه يعطسم بالصدق طول الوقت بصي أنا مؤمن بحاجة جدا اسمها يدون تحفتو تلت تروت بطي دون تحفتو لأي أنت مش لازم تقول كل الصدق بس ما تجذبش بس ما تجذبش بس ما تجذبش أنا لا أجذب ولكني أجذب هو أهم حاجة أنك لا تجذب هو أن أنت لكن تجمل تجمل براحتك من غير خداع يعني قصدي مش لازم تروح تقول الحقيقة كاملة خلاص لأنه ممكن الحقيقة كاملة ناس كتير ترفضها بس على الأقل ما تجذبش فهو أنا مش بتدعي أن صادق 100% وممكن ساعات كتير ألاقي نفسي قلت حاجة ومش عاجبيني بس أهم حاجة أن يبقى عندك القدرة أنك تلاجع نفسك وعلى فكرة أنا بتغير يعني ممكن أكون في فترة في فترة في فترة أنت ممكن يبقى عندك زوء وقناعات وبعد كده دي تتغير بس أنت هتلبس الأولين يعني هيفضل الأولين دا معاك فلازم تبقى على طول عندك الشفافية والصدق أنك تقول إيه أنا تغيرت أنا أفكاري ممكن تكون تغيرت في الدين وفي السياسة وفي المجتمع وكذا ولازم المجتمع أي مجتمع محترم بيحتفي بالتغير ما بيشوفوش إنه تلون